نصف ساعة مسترسلة سنقسم المحاور إلى ثلاثة تأثير كل سؤال يوجه إلى المساهمين في هذه الدول يجيبون عن 24 إلى 5 دقائق ثم سؤال ثاني ثم نفتح المجال للقاعة ثم سؤال ثالث آخر فقط فيما يتعلق بترتيب المدخلات سنكلفه الأخ عز الدين سنجري بقرأة كل مرة حتى تكون هناك المساواة بين أطجاب إذن على بركة الله أخ عز الدين وجدنا المدخلات المحاور الأول الذي يريد أن نستمع فيه إلى المتدخلين هو الضرفية التي يعيشها المغرب حاليا فالمعروف على الصفة العام على أن المغرب عرفة نوعين من الحركيات عرفة حركية حزبية كانت دائماً في صرب الحادث منذ الاستقلال الآن وعرفة حراكاً مجتمعياً ثلاثاً من فبراير وهذا التفاعل فيما بينهما أدى إلى موجة من الإصلاحات توجد بدايةً بإصلاحات دستورية ثم شرع المغرب الآن في سلسلة من تدامير بصفة عامة التي هي تدامير قانونية ولكن يلزمها إصلاحات سياسية أخرى لذلك سؤالنا إلى أخوة المتدخلين وهو ما هو رأيهم في هذه الضرفية التي أمروا منها المغرب ما هو تحليلهم للمحركات للعواد المجتمعية التي تحققها كيف تنظروا حدهم إلى مستقبل المغرب من خلال هذا المداخل واحتى لا تتداخل المواقع المحور الثاني سيكون حول تنتيري الشباب والنساء والعتابة والموضوع الثالث والأخير سيكون حولها من عمل في حالة عدم وجود تدامير فعلاً تضمنون الزهد الانتخاب إذن إذا تبقل على مركاته لا سياسية دي المتدخل أول ثلاث إسمتي لا ثلاث إسمتي لا بشمال بإستحال الاشتراك الكوة الشابية خمس دقائق المرجون برجل مكرم بركزيل وابن ساوات بين جنبين